عندي أسماء المصابين في مستشفى طهطة العام صالح عابد سعد الدين 23 سنة ده من سهاج هشام عبد الناصر عبادي 18 سنة ده من الغنايم محمد عبد الجواد نادي ده 38 سنة ده من ناجة حمادي أحمد محمود فهمي من سهاج بركات ثروة سليمان ساحل سليم عبد الرازق محمد كمال الدين أبو طشت معتمد محمد أحمد أبو طشت محمد أبو زيد عقيل سهاج حسنين محمود أبو العربي ناجة حمد بخيت سيد أحمد شبرى الخيمة محمد دياب محمود المنشاة أحمد محمد أمين الأقصر وائل محمد حسين ناجة حمادي أحمد عبد الصبور جلال الأقصر محمود محمد عبد الله البليانة السيد أبو زيد السيد أبو طشت أحمد أبو الحمد علي ناجة حمادي حمدي أحمد أبغني ناجة حمادي محمود كمال كامل دار السلام خالد محمود محمد الأقصر فايزة حسنين سيد أسيوت محمد جمال إبراهيم الروافع بسلام رمضان عطى سهاج حمادة محمد دار السلام كامل ناجي كامل البليانة مصطفى أشرف مصطفى الأقصر نجوة سعد حسين صدفة محمد علي عبد موجود جرجة إسلام محمد أحمد البليانة عبد الله العارف عبد الحميد دار السلام السيد عبد حكيم خلف إخميم عادل عبد حميد عرابي قنى عنت الرمضان سالم سهاج حمد أحمد إسماعيل إخميم حافظ الدين السيد جرجة السيد صبر توفيق سهاج أحمد جمال شوقي أسيوت حمادة محمد أحمد سهاج أحمد رشاد محمد المنشاة أحمد أمجة حمدي سهاج ناجي عبد العال سهاج محمود جلال محمد قنى محمود قذافي محمد قنى السيد محمد محمود سهاج محمد خالد ثابت قنى محمد عنتر عثمان سهاج مؤمن طلعة فهات قنى صلاح القوسي علي محمد قنى محمود جدالة سليم قنى إسلام عرف عليان أسوان محمد فتح النظامي المنشاة محمد خالد ثابت بني عمار أحمد شعبان أحمد طهطة عز الدين أبو الوفا الأقصر حازم محمد أحمد قنى عبد العزيز مصطفى محمود ناجي حمادي عمر عبد حميد علي طهطة علي محمود أحمد البليانة خالد محمود محمد الأقصر فايزة حسنين أسيوت لا أظن أسماء دي قلناها طبعا أي أسماء تاني حجينا حنتابع معاكم مثل يعني هذا الحدث والتدعيات اللي نجمت عنه لكن اللي أنا عايز أقوله يمكن زي ما قال سيادة النائب رفا تشكيب وأنا أتمنى تشوفونا سيادة النائب محمود الضبع أيضا باعتباره رئيس اللجنة المعنية المتابعة من قبل لجنة النائل والمواصلات وزي ما قال أخي سيادة النائب علاء عبد أحنا قدام حدث الحدث متوقع ما فيش حاجة ما بتحصلش وارد تبامن لكن فرق كبير جدا بين حدث يقع والأهمال